كورا لسيرجي سيرجي الماسي والضغط بين اثنين عد اثنين ليونال والثالثي فكل كورا ترجع كورا راكي تيتش والحارس الحارس الريع تيتشي زولح يواصل التهلق ويوقف وجوم برشلونة كورتين في بداية شعوة الثاني قلت الريتم بشي تخير البرسة في شعوة الثاني غير وخير الآن دخول والتغيرات فالفيردي تأتي إضافة واضحة وبينة لفريق برشلونة وجوميا والهدف مسألة وقت كورا والهدف الاول والهدف الاول مسألة وقت كما قلت في لحظات سابقة لهدف الافتتاح والسبق لبرسلونة عن طريق كارليس بوسكيتس إذا انت تتغير نتيجة المباراة في الكامبنو كارليس طبعا واليده واليده حارس المرمى سيرجيو سيرجيو بوسكيتس سيرجيو بوسكيتس بالرأس ويحط كورا في الشبكة سيرجيو بوسكيتس رغم أن المدافع لعب رقم 15 بور خيريرا كان يعيق انتلاقة وارتقاء الرائع سيرجيو بوسكيتس والكورا في الشبكة والنتيجة هذا فول هل يعتبر تاريخيا أول أهداف برشلونة في مرحلة ما بعد الاستقلال الان الفارق خمسة نقاط مع البرسا ترجى كورا ميسي ميسي سواريس ان يستح لو بارشا وراكيتيت شورتولها روكنية فرصة الهدب الثاني مرة أخرى ومن جديد ضاعت على البرسا وراء أخرى لبرشلونة فارق واضح جدا في الامكانيات البرسا وقت اللي يحب يلعب يلعب وقت اللي يحب يلعب يلسجل شوف الكورا ممتازة جدا من الرسام ان يستع ريشة أخرى رسمة أخرى في تابلو آخر من تابلوات الرائع والصحر الماسترو ان يستع يضرب الرأس كورا اختيرها مايسي وفرصة فرصة كبيرة ضاعت على البولغا من جديد ليون الماسي كان قريب من ثنايا فالفيردي يريد الاتمنان نهائيا على هذه المباراة روكنية روكنية لبرشلونة كورا تحولت وجهتها روكنية أولى جابت هدف روكنية الثانية قد تحصم المعركة والمباراة ترجع كورا من ليون الماسي مايسي يحاول يخسر كورا ضغط دفاعي وتكاتل دفاعي ناجح وسامة طلنان يخسر كورت ومرتدع تبشي كورا عن طريق مايسي يلعب ليونال حتى الكورا تجيرا بيكي بيكي يلعب راكتيتش راكتيتش يجري كورا في الاتراف عن طريق دانيس سواريس كورا من سواريس دانيس حلوة بارشا مايسي والعدب الثاني والعدب الثاني للبرسا في عاشر هدف البوليا ليون الماسي نقول فالفيردي يتطمن البرسا يهني مبروك الربحة وهارد لك يا باكو دين سفر قلت كل ما البرسا يرفع في نسق المباراة الفوارق جالية ثم فوارق بين الارض والسماء بين بارسا والاس بالماس شوفوا الكورا من دينيس الباس وطلب الكورا فمشت السلل ممتاز ولا هارو عن ماسي يفلت ينسل من الأكس من المحور ويحط الكورا 2-0 ليسجل لمحور الحلفاء وحلفاء كتالونيا 2-0 للإفسي بارثلون 2-0 ليون الماسي مراوغة ممتازة عد الحارس تيتي زولا يحتفظ بالكورا بارشلون في ماتش أم النقاط ورسميا نهاييا بالهدب الثاني ماسي وفرصة وماسي والهدب الثالث ماسي والهدب الثالث ماسي واصل التحليق ليون يواصل لإبداع طبط الشر يواصل شره في ملاعب المستديرة الهدب الثالث للبارسا هو ثنائية ليون الماسي هدفه رقم 11 في الليجة يهول 7 جولات ضمن ماسي صدارة الهدفين في البيتشي تشي ديلا ليجة هدب الثالث كورة واحدة دير روعة المكان السليم انطلاقته شرعية وصحيحة وقانونية فماشي للسلل والبرسا للثولاتي شوف ماسي وقته يعمل لاكسي ريشن يوصل للكورة ياخدها ما روح رائع موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة